وشعر كيفش كونت المحيطات والقارات في الأرض وكيفش نفصلت القارات على بعضها البعض وكيفش كانت من قبل وش بالصح القارات كيتحركوا من بلايسهم وشنو كيعني مصطلح زحزحة القارات وش بالصح القارات غير جوا يجمعوا مع بعضياتهم وغتولي الأرض عبارة على قارة وحدة عملاقة جدا خليكم معنا معلومات ومعطايات قدروا تسمعوها لأول مرة مرحبا بيكون معنا في حلقة جديدة من حلقات هاشتاك ساميع معاكم سوفيان ساميع باش نعرفوا الأرض كيفش غدا تولي منها القدام أرض وحدة وقارة وحدة عملاقة وكبيرة بزاف أولا خاصنا نعرفوا شنا هي القشرة الأرضية وشنا هما الصفائح التكتونية وكيفش تكونوا القارات والمحيطات أول سؤال خصنا نجاوبوا عليه هو كيفش تكونوا القارات حسب العلماء كيقولوا أن الأرض تكونت وتشكلت هذه 4 مليار و 900 مليون سنة وأن السبب الرئيسي ديالتكول الأرض هو واحدة سحابة كبيرة وعملاقة مليئة بالغازات والغبار وبقا تجمع في الفضاء واجدباتوا الأرض لها بسبب خصائص جاذبية الأرض وكيزيدوا يقولوا العلماء والعلم كيبقى عند الله سبحانه وتعالى أن بسبب هات شي كامل وقع ارتفاع في درجة حرارة باطل الأرض ومن يوقع ارتفاع في درجة حرارة باطل الأرض وحرارة قوية بزاف اللي ما تطحشك على البال انصارت الصخور الأرضية والصخور اللي قليلت الكتافة طلعت الفوق وبقات غدا كتبرد تدريجيا حتى شكلت واحد الكتلة صخرية كبيرة بزاف واللي هي كتسمى بالقشرة الأرضية اللي كنا قرين عليها في النشاط العلمي وفي الإعداد وفي التناوي أيضا أما الصخور اللي فيها كتافة عالية فهي انغامست وبقات في باطل الأرض في اتجاه مركز الأرض حسب قول دائما العلماء وهنا تشكلت لتضيط طبقات رئيسية للأرض وهي طبقة القشرة الأرضية اللي قلنا طلعت الفوق وطبقة وشاح الأرض وطبقة لب الأرض ودبا نتقلوا معكم إلى نقطة مهمة جدا قالوا شنا هما الصفائح التكتونية؟ برافو عليك هذا سؤال مهم جدا وعقل عليهم زيان على هات الصفائح التكتونية وما اللي يدعب عليهم الفيلم كامل لحقاش هما رويد ديال القارات وملكي ديال القارات من بلاسة لبلاسق عقل عليهم مزيان حنا نشرحوهم دابا 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 عقلت ومن يقولنا دابا واحد شوية أنه الطبقة الفوقانية هي قشرة الأرض وتحت منها وشاح الأرض وما بين هات جوش طبقات في الجزء العلوي ديال طبقة الوشاح والجزء السفلي من طبقة قشرة الأرض كينا واحد طبقة صلبة جدا كتنقاسم لأزاء كبيرة كتسمى بالصفائح التكتونية وهي المسؤولة على زحزحة القارات وتحرك القارات وهناك يتطرح واحد سؤال مهم جدا كيفاش هات الصفائح التكتونية كتتحرك القارات من بلاسة لبلاسة من بحثنا القينا العلماء كيقولوا انتو ما قولوا الله وعلم والتقليد يبقى عليهم أنه منك ترتافع درجات الحرارة ديال باطل الأرض الصفائح التكتونية كتنزالق على بعضياتها ومنك تزلق هات الصفائح التكتونية على بعضياتها أشنو كيوقع بالضبط كيقولوا العلماء أنه من بقات الصفائح التكتونية كتزلق على بعضياتها ببطء لملايين السنين أشنو كيوقع؟ اللي وقع هو أن القشرة الأرضية اللي الفوق نفاصلت على جميع الطبقات الأرضية وتحولت هذه القشرة الأرضية إلى كتلة أرضية وحدة ضيف بها المحيط المائي وتقسمت هذه الكتلة الوحدة إلى كتلة منفصلة على بعضها البعض والتي كتسمها بالقارات القارة الأفريقية، القارة الأوروبية، الأسيوية، الأمريكية واللي أنتم معارفين هم كاملين يعني أشنو ممكن نفهموا من هات شي كامل؟ اللي ممكن نفهموا من هات شي كامل هو أن القارة هي أكبر مساحة من قطعاش من القشرة الأرضية ودبا منعرفنا كيفاش تشكلت القارات ومنينجاو مشو نشوفوا المحيطات حتى هوبا كيفاش تكونوا ومنينجاو كي اعتقدوا بعض العلماء أن الغلاف المالي اللي كتمثل في المحيطات تكون بسبب واحد تركمات تدريجية اللي وقعت هذي ملايين السنين من التفريغ المصمر للماء اللي كيخرج من باطل الأرض وكيطلع للسطح الأرض ويزيدوا يقولوا العلماء أنه بسبب جاذبية الأرض بقعت المياه في بلاسها ومجموعة في بلاسها واللي كنسميوها اليوم المحيطات يعني بقعت في بلاسها ومتحركات بسبب الجاذبية ودبا منعرفنا كيفاش تشكلت القارات والمحيطات مشو نشوفو مين أصل هذ القارات والمحيطات شنو الأصل ديالهم بالطبع حسب العلماء أو الثاني وانتوما قولوا مره اللي بتقليقوا أن القارات الأرضية كانت عبارة على كتلة وحدة وكانت عبارة على يابيسة وحدة كبيرة بزيف وكانت سميتها بانجيا أما المحيطات فحتهية كانت عبارة على محيط واحد وبحر واحد وكانت سميته بانطالاسا وهناك سؤال مهم كيفاش من محيط واحد كان عدنا تولو محيطات ومن قارة واحدة اللي كانت عدنا ولو قارات كيهول العلماء أو الثاني انتوما قولوا وانتوما قولوا وانتوما قولوا أن بسبب حركة الصفائح التكتونية اللي كنا تكلمنا عليهم قبيلة نفاصلت قارة بانجيا إلى كتلة الأرضية متعددة الأشكال كل واحدة تسميت بالقارة وتسمى هذا الانفصال بالانجراف القاري والتي تسبب في فصل القارة الوحيدة وبسببها وعدد من المحيطات وهذه القادية تسميت بنظريات زحزحة القارات وهناك تطرحوا مجموعة من الأسئلة اللي مهمة جدا ما هو الدليل لها العلماء هذا اللي برسطنا رأسنا وقال لك أن نلقى أن الأرض كانت قارة واحدة وكانت يابس واحدة وانقسمت القارات ما هو الدليل لكم؟ وما هي هذه النظريات زحزحة القارات وما هي جابران على الأول؟ وما هو الدليل اللي يؤكد أن نظريات زحزحة القارات صحيحة وما شكدوه؟ أعطينا سيدي شي دليل مقنع فمن بحثنا لقينا أن أول عالم في التاريخ اللي جبهة دسمية ديال نظريات القارات هو العالم الألماني ألفريد فيجناير سنة 1912 واللي اعتمد على ثلاثة الأدلة واللي هما على الشكل التالي الدليل الأول هو البرهان الميرفولوجي اللي هو الشكل الهندسي لسواحل قارات أفريقيا اللي كتطل أو من جهة المغرب واللي كتطل على الموحيط الأطلسي واللي قارنوها بسواحل قارة أمريكا الجنوبية لقاوا أن إلا جمعوهم جوج غادي نيجيوا من طابقين بمية في المية بحل كانوا قطعة وحدة وتقطعوا على جوج الدليل الثاني هو البرهان المستحاتي من يلقاوا واحد المستحتات ديال الكائنات حية برية بحل ميزوزور كينين المستحتات ديالها في غرب أفريقيا وكينين حتى في شرق أمريكا الجنوبية مع العلم أن هذا الحيوان هذا ما يقدرش يعوم وما يقدرش يقطع الموحيط كامل من قارة إلى قارة يعني أن هذا الحيوان هذا كان عيش على كتلة قارة وحدة اللي هي كتجمعه ما بين قارة أفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية الدليل الثالث هو البرهان الجيولوجي لأن العلماء لقاوا خريطة جيولوجية القارة أفريقيا متشابهة ومتناسقة تماما مع الخريطة الجيولوجية القارة أمريكا الجنوبية ومتشابهين ومكتاملين وكيكملوا بعضياتهم البعض ونفس الصخور القديمة كينا في القارات بجوج وهذا دليل آخر على أن القارتين بجوج كانوا قارة وحدة وتقريبا جاوبنا على جميع الأسئلة إلا سؤال واحد جد مهم بقى ما جاوبناش عليه ويلي نسيتون وماذا بالصح الأرض غدا تصبح قارة وحدة وهذه القارات اللي ينفاصلوا على بعضياتهم هذي ملايين السنين عودتاني غير رجعوا يتجمعوا وغير يوليوه في أرض وحدة وغيريوه عايشين في قارة وحدة اللي متاصلة مع بعضياتهم وكيقولوا العلماء عودتاني أن قارة بانجيا غترجعها من جديد وغيرجعوا القارات يتجمعوا من جديد في قارة واحدة واللي غتكون قارة عملاقة وكبيرة بزاف واللي كيقول العلماء غدا تجمع من هنا لمائتين أو مائتين وخمسين مليون عام وكيقولوا العلماء أيضا أنه كان بزاف ديالالأبحاث اللي كتأكد أن مازال الصفائح التكتونية ما زال كتتحرك إلى يومنا هذا وهذه الصفائح التكتونية حسب القول لهم ستتحرك في تجاه واحد في تجاه أن القارات بربعة ستجمعوا وغيروا له يابسة واحدة وانتم ما نبدأ لكم في هذا الشيء كامل دعونا أراءكم في التعليقات بهذا كنوصل معكم ختام حصة اليوم من هاشتاك ساميع ما يعجبكم هذا المحتوى هذا؟ لا تنسوش أنكم تشجعونا بواحد باختاش 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 لكي هذا المحتوى هذا يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس ولا تنسوش طاقي وصحابكم والأصدقاء والأحباب ديالكم لكي كل شيء تصلوا للمعلومة كما هي وزائد أننا تلقاوا دائما الجديد على القناة ديالنا على موقع يوتيوب حاولوا أنكم تزيدوا تشجعونا بواحد أبوني ولايك أو كومنتر باش نوصلوا في أقرب وقت لمياتك هذه تحيات سفيان ساميع السلام عليكم